أكدت جامعة الدول العربية أن الأعمال الإجرامية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي والأعراف الإنسانية هذا وحذرت الجامعة خلال احتفالها باليوم العالمي للمياه لعام 2024 من أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد تدمير البنية التحتية في قطاع غزة حيث أصبحت نسبة المياه الصلاحة للشرب المتوفرة لسكان لا تتجاوز أكثر من 15% مما كانت عليه قبل العدوان وهو ما يعد حكما بالإعدام على مئات الألاف هذا وطلبت الجامعة بتوفير مياه الشرب وتنفيذ التدخلات العاجلة في مجالات الصرف الصحي والتي من شأنها تخفيف الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يعاني منها اللاجئون والنزحون في مختلف مناطق القطاع